موسيقى للوهلة الأولى تبدو كصور لمنازل قد عمها دمار الحرب لكنها حرب مختلفة حرب فكري تقودها الميليشيات المولية لإيران للتهجير سكان مناطق حزام بغداد وهنا قضاء المدائن الواقع جنوب شرقي العاصمة ليس استثناء بل له تاريخ طويل مع جرائم الحكومات المتعاقبة وميليشيتها فمنذ عام 2004 هجر نحو 85% من سكان القضاء ذي الموقع الجغرافي المهم بحسب تقرير للمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب وذلك بممارسة سياسة الاستهداف الممنهج لإفراغ القضاء من سكانه وما بين الأوضاع الإنسانية القاسية والاضطهاد الممنهجي تنحصر أبرز الأسباب التي دفعت السكان إلى إخلاء منازلهم وتنوع الاستهداف الحكومي والميليشيوي ليشمل التهجير القسرية والاعتقال بتهم كيدية والتعذيب المفضي إلى القتل والاغتيالات لم تستثن المؤذنين في المساجد فضلا عن عدام الخدمات الضرورية كقطع المياه تماما عن القضاء المحاصر من الميليشيات وللقضاء الذي يقدر سكانه بنحو أربعمائة ألف نسمة جملة من الأحداث الطويلة المثقلة بالانتهاكات فتحت تهديد السلاح تناولت تلك الميليشيات كجيش المهدي وميليشيات حزب الله والنجباء وغيرها على الاستيلاء على دور وأراضي تابعة لمواطنين في القضاء منذ عدة سنين واستولت أيضا على مساجدها في القضاء وحولتها إلى مقار لها ثم حولت عائديتها إلى الوقف الشيعي بحسب التقرير الحقوقي ومخطط فرض الإتاوات لم يسلم منه السكان المستهدفون كما باشرت تلك الميليشيات بشن حملات منظمة من التهجير بتبلغ السكان بإخلاء منازلهم والرحيل من المنطقة في مدة أقصاها ثمان وأربعون ساعة وإلا فإن القتل مصيرهم على وفق شهود عيان ناجين من المجازر نظرة أكثر عمقا إلى الموضوع تقود إلى أن المآسي التي يعاني منها سكان حزام بغداد والحرب الممنهجة والتهجير القسرية التي تشهدها مناطقهم تأتي تكريسا للصبغة التي تغذي المنطقة الخضراء بوقودها الطائفي وتصب جميعها في مصلحة إيران وأجنداتها التوسعية ترجمة نانسي قنقر